موسيقى سيدنا ومشاهداتنا نحييكم جميعا ونرحب بكم في ضيف ميديا في سياق موسوم بالحرب الإسرائيلية المدمرة على قطع غزة واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية مع توسيع الأنشطة الاستيطانية والاعتداءات على الفلسطينيين تواجه القضية الفلسطينية تحديات جسيمة تتطلب تركيز جهود التضامن والعمل الدبلوماسي والميداني الملموس لفائدة السكان الفلسطينيين من أجل إسناد صمودهم لها الحديث عن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجهود المغرب أيضا لفائدة القدس وفلسطين والعلاقات المغربية الفلسطينية ضيف ميدان اليوم ضيف خاص يسرنا كثيرا أن ينضم إلينا هنا في الستوديو معالي الوزير أحمد عساف المشرف العام على مؤسسات الإعلام الرسمية الفلسطينية معالي الوزير أهلا بكم على ميدان تيفي أهلا بداية إلى أين تسير القضية الفلسطينية اليوم التي تواجه تحديات صعبة ووضع ميداني صعب بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة استمرار التوسع الاستيطاني في الدفة الغربية في الوقت نفسه تستفيد أيضا اليوم من زخم دولي وديبلوماسي كبير جدا يعني بعد أيام قليلة تقترب الذكرى السنوية الأولى لهذا العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في كل الأراضي الفلسطينية هذه الحرب المدمرة غير المسبوقة التي ارتكبت من خلالها إسرائيل جرائم غير مسبوقة بحق شعبنا الفلسطيني أكثر من 150 ألف شهيد وجريح ومفقود عشرات آلاف الأسرة في كل من الضفة وغزة والقدس مئات آلاف الأطنان من القنابل التي ألقيت على الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يواجه هذا العدوان الإسرائيلي المدعوم للأسف من الولايات المتحدة الأمريكية وبأسلحة وطائرات أمريكية بالرغم من كل هذه الجرائم التي دمرت من خلالها إسرائيل أكثر من 90% من البنية التحتية لشعبنا في قطاع غزة وانتقلت اليوم لتكرر نفس التجربة في بعض المدن الفلسطينية في شمال الضفة الغربية مئات آلاف الوحدات السكنية المدارس المساجد الجامعات كل ما هو فلسطيني تسعى إسرائيل إلى تدميره الهدف الرئيسي هو الذي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه محاولة تصفية القضية الفلسطينية محاولة أن تجعل من قطاع غزة مكان غير قابل للحياة تسعى إسرائيل إلى تهجير أبناء شعبنا تسعى إلى تنفيذ خطة المتطرف سموتريتش الذي هو أحد الوزراء الرئيسين في هذه الحكومة المتطرفة هذه الحكومة الفاشية التي تسعى إلى تطبيق هذه الخطة بحق الشعب الفلسطيني من خلال إما أن يبقى الفلسطيني على الأرض الفلسطينية قابلا بالاحتلال أو أن يهاجر أو أن يطرد من الأرض الفلسطينية أو أن يتم قتله هذه الخيارات الثلاثة المطروحة اليوم على الفلسطيني بالرغم من كل هذا العدوان وهمجيته وشراسته إلى أن الشعب الفلسطيني أصر على البقاء على الأرض الفلسطينية الشعب الفلسطيني لن يكرر ما قام به أو لن يكرر الخطأ العام 48 من الهجرة والتشتت والنزوح الشعب الفلسطيني أخذ قرارا بأن يسمد على أرضه وأن يتصدى لهذه المخططات الإسرائيلية وصولا إلى دحر الاحتلال الإسرائيلي ونيل الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير وإقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس بعد نحو عام على هذه الحرب المدمرة على قطاع غزة معالي الوزير أحمد عساف طبعا الممارسات اتسعت لتشمل الضفة الغربية بنهج أكثر تطرفا واتسعت أيضا الحرب إقليميا اليوم بعد نحو سنة نحن في أكتوبر 2024 هل نحن أقرب إلى حل الدولتين وفرض حل الدولتين والتمسك بالدولة الفلسطينية كحق أم أنه بالفعل السياسات الإسرائيلية نجحت في تصفية القضية الفلسطينية؟ يا سيدي لن تنجح كل هذه السياسات ولا كل هذه الجرائم ولا حجم هذا الاستهداف بتصفية القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني شعب حي الشعب الفلسطيني شعب مناضل الشعب الفلسطيني منذ أكثر من مئة عام ولغاية اليوم وهو صامد وسيبقى صامدا يتصدى لكل هذه القرارات والإجراءات والممارسات والجرائم الإسرائيلية لو بقي فلسطيني واحد فإنه لن يستسلم ولن يرفع الرأي البيضاء فما بالك اليوم وأنه أكثر من 8 ملايين فلسطيني موجودين على أرض فلسطيني التاريخية اليوم عدد الفلسطينيين الموجودين على أرض فلسطيني التاريخية أكثر من عدد الإسرائيليين وهذا الموضوع لن تستطيع إسرائيل أن تتجاوزه هذه حقيقة مفروضة على إسرائيل وهذه حقيقة العالم كله يشاهدها هل أثبتت الممارسة أن القضية غير قابلة للتصفية؟ لن تستطيع لا إسرائيل ولا أي جهة أخرى تدعم إسرائيل في العالم من تصفية القضية الفلسطينية اليوم كما ذكرت في 8 مليون فلسطيني موجودين على أرض فلسطيني التاريخية وهؤلاء أخذوا قرارا بالصمود بالرغم من كل هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى والأسرة برغم من كل هذا العدد الكبير من النازحين في قطاع غزة برغم من كل هذا الاستهداف لمدن الضفة الفلسطينية وفي المقدمة منها مدينة القدس كل هذه السياسات والإجراءات والمخططات والجرائم الإسرائيلية فشلت والدليل أنه بالرغم من كل هذا الاستهداف ومن كل هذا العدوان بعد أكثر من عام العدوان الأخير وقبلها أكثر من 70 عام من الاستهداف الشعب الفلسطيني اليوم موجود على الأرض الفلسطينية الشعب الفلسطيني أخذ قرارا بأنه لن يهاجر من فلسطين إلا إلى فلسطين وهذا الموقف الذي أعبر عنه الرئيس أبو مازن محمود عباس بشكل دائم من خلال الحراك السياسي والدبلوماسي من خلال المعركة القانونية التي نخوضها على مستوى العالم من خلال حرب الرواية التي نخوضها كشعب فلسطيني وفي المقدمة منها الإعلام الفلسطيني الذي قدم أكثر من 180 شهيد خلال عدوان الإسرائيلي الأخير على شعبنا هذا الاستهداف للإعلام مؤشر على مدى انزعاج الإسرائيلي من الدور الذي يقوم به الإعلام الفلسطيني ومؤشر آخر على نجاح الإعلام الفلسطيني بإيصال الرواية الفلسطينية إلى كل مكان في العالم وبالتالي تسعى إسرائيل إلى عزل الشعب الفلسطيني إلى محاولة تزييف الرواية الفلسطينية للاستفراد بهذا الشعب ولكن الشعب الفلسطيني لم يستسلم لهذه الجرائم وللإجراءات الإسرائيلية الشعب الفلسطيني اليوم يقوم بإيصار رسالته إلى كل مكان في العالم هل بالفعل من أبرز الانتصارات التي حققها الفلسطينيون في هذه السنة معركة الإعلام؟ بالتأكيد إحنا حققنا نجاحات كبيرة رغم أن الثمن كبير الذي دفعناه كما ذكرت سالفا 180 شهيد ومجموع الشهداء من الإعلام الفلسطيني والإعلامين الفلسطينيين أكثر مما قتل في كل الحروب العالمية التي جرت قلال 100 عام الماضي يعني الحرب العالمية الثانية أقل من 40 صحفي الحرب الأمريكية الفيتنامية حوالي 30 صحفي الحرب الأوكرانية الروسية أقل من ذلك وبالتالي مجموع الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلوا في هذا العام فقط في العام الأخير أكثر مما قتل من صحفيين خلال 100 عام الماضية وبالتالي اليوم الرواية الفلسطينية متبنى ومحتضنة من العالم أجمع والدليل ما شهدناه من مظاهرات ومسيرات مليونية ويعني مش في المغرب فقط المغرب طبيعي أن نشاهد هذه المظاهر والمظاهرات المليونية لأن الشعب المغربي الشقيق هو لا يتضامن هو يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وبيعتبرها قضية وطنية وقضية داخلية ونلمس هذا الشيء ولمسناه خلال الأيام الأخيرة لوجودنا في المغرب ولكن أن نشاهد هذه المظاهرات المليونية في لندن أن نشاهد هذا الحراك الجامعي في الولايات المتحدة الأمريكية هذا مؤشر على مدى احتضان العالم للقضية الفلسطينية وحقيقة أكثر من 85% من المظاهرات والمسيرات والتجمعات التي صارت في العالم كانت لصالح الشعب الفلسطيني بالتالي لم تستطع إسرائيل أن تفرض روايتها أو أن تفرض رؤيتها على العالم كما كانت فيها السابق بسبب الوعي الفلسطيني والإدراك لأهمية هذه المعركة والحراك الذي تم سواء من الإعلام الفلسطيني أو العربي الذي اعتبر رافعة مهمة للرواية الفلسطينية عطفنا أيضا على هذا الكلام مع الوزير أحمد عساف هل تنظرون وأنتم طبعا تمثلون أيضا فلسطين هل تنظرون إلى أفق السلام على أنه لا يزال أفقا ممكنا في ظل هذه اللحظة السودوية من تاريخ القضية في حد ذاتها يا سيدي الشعب الفلسطيني هو أكثر شعب في العالم بده السلام وحريص على الوصول إلى سلام ويدنا دائما كانت مندودي للسلام ولكن أن تكون جهة واحدة راغبة بالسلام هذا لا يكفي أين الجهة الشريكة أين المقابل اللي إحنا بنا نعمل معه سلام هل هذه الحكومة المتطرفة اليمينية الفاشية اللي قتلت أكثر من خمسين ألف فلسطيني بأقل من عام هل هذه حكومة سلام هذا اللي أحد وزراءها بيقول يجب إبادة قطاع غزي أحد الوزراء الآخرين بيقول يجب إلقاء كمبرنوية على قطاع غزي وكأن المئة وخمسين ألف طن من المتفجرات اللي ألقيت على قطاع غزي غير كافية وزير آخر بيقول هؤلاء حيوانات يعني وصف الشعب الفلسطيني هذا الشعب اللي له مساهمة كبيرة في الحضارة العالمية بأنه حيوانات وللأسف العالم أو جزء من العالم ما زال بيحتضن هذه الحكومة وبقدم لها الدعم اللامشروط وبالتالي السلام بحاجة إلى شريكين السلام بحاجة إلى جهتين إحنا بدنا سلام وإحنا تواقين للسلام وإحنا رضينا بدولة فلسطينية على حدود العام 67 مساحتها أقل من 22% من مساحة فلسطينية تاريخية ولكن في جهة متطرفة يمينية لا ترى إلا نفسها لا ترى أن هؤلاء 8 ملايين فلسطيني يستحقوا أن يقرروا مصيرهم بأيديهم ومصر على أن تتعامل معهم وفق هذه الرؤية الضيقة اللي بيمثلها سموتريتش وبنكفير اللي بيقودوا الحكومة بشكل حقيقي طيب فيما يخصكم أنتم سنأتي أيضا إلى الوضع في غزة فيما يخصكم أيضا أنتم أيضا في الدفة الغربية كيف تأثر وضع السلطة الفلسطينية في مناطق نفوذها أيضا بسبب الممارسات الإسرائيلية بسبب منع الفلسطينيين من الموارد المالية المستحقة لديها يا سيد الشعب الفلسطيني كما ذكرت تعرض لعدوان شامل من الاحتلال الإسرائيلي لا يستثني أحدا لا في غزة ولا بالضفة ولا بالقدس ولما أقول أنه كل الشعب الفلسطيني مستهدف مستهدف بقيادته وسلطته الوطنية وكل مكوناته السلطة الوطنية الفلسطينية تتعرض لحرب شعواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي ما قبل 7 أكتوبر يعني منذ أكثر من خمس سنوات وهي تتعرض لحرب وحصار مالي بحجة أن السلطة الوطنية الفلسطينية تدفع رواتب لعائلات الأسرة والشهداء إحنا بالنسبة لنا هؤلاء مناضلين قدموا أرواحهم من أجل حرية شعبهم أو الأسرة اللي قدموا حريتهم في أسرة عندنا منذ أربعين عاما وهذا رقم يعني غير مسبوق ويعتبر أطول فترة أسرة في العالم أشهر أسير في العالم هو نيلسون منديلا اللي قاعد 27 سنة إحنا عنا مئات الأسرة ما زالوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من أربعين عاما إسرائيل لا تريد أن يتم التعامل مع هؤلاء كمناضلين وفق منظورها هؤلاء إرهابيين السلطة الوطنية الفلسطينية والسر على أن هؤلاء مناضلي حرية وليسوا إرهابين ولا مجرمين ولا قتلي هؤلاء مناضلين وبالتالي إحنا بنتفعلهم وخصات العائلاتهم أن يعيشوا بكرامة إسرائيل لا تريد هذا الموضوع وبالناجل ذلك تسعى إلى حصار ومحاربة السلطة الوطنية الفلسطينية السلطة الوطنية الفلسطينية أهم شيء تقوم به وتعزيز سمود مواطن فلسطيني على أرضه ورفضت كل هذه الإجراءات والقرارات ولن نقبل بها وبالتالي تتعرض إلى هذا الحرب وهذا العدوان الشامل من قبل الاحتلال الإسرائيلي طبعا هذا الحديث أيضا يقود معروف الوضع في غزة الوضع في الضفة الغربية كما ذكرتم نريد أيضا أن نركز عن القدس كيف هو الوضع اجتماعيا واقتصاديا القدس التي لها رمزيتها وهي واسطة العقد في لنقل ملفات القضية برمتها والتي لها أيضا اهتمام كبير جدا هنا في المغرب من لدون المغاربة وأيضا على رأسهم جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وأيضا هناك عمل ميداني لوكالة بيتمال القدس في هذه المدينة المقدسة كيف هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيدة بالرغم من العدوان الإسرائيلي الأخير على شعبنا في قطاع غزل منذ عام تقريبا ولكن المعركة في القدس وعلى القدس لم تتوقف للحظة واحدة منذ أكثر من خمسين عاما منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي بالعام سبعة وستين تسعى إسرائيل إلى تصفية الوجود الفلسطيني العربي المسلم في هذه المدينة المقدسة واتخذت كل الإجراءات والقوانين والسبل من أجل أن تقوم بتهجير الفلسطينيين رغم كل هذه الإجراءات التي استمرت منذ أكثر من خمسين عاما لا زال أبناء شعبنا هم الأكثرية ولا زال أبناء شعبنا في القدس صامدين ولا زال المرابطون في المسجد الأقصى هم الحماة الحقيقيين لهذا المسجد المقدس لأكثر من مليارين مسلم وأيضا ما ينطبق على المسجد الأقصى ينطبق على كنيسة القيامة التي تخص وهي مكان مقدس إلى كل المسيحيين في العالم الشعب الفلسطيني هو الذي يدافع عن هذه الأماكن المقدسة في المسجد الأقصى وفي كنيسة القيامة بالرغم من كل هذا الاستهداف والإجرام الإسرائيلي بالتالي كل إجراءات إسرائيل فشلت في إقصاء الفلسطينيين عن الدفاع عن هذه الأماكن المقدسة ولا عن مدينتهم المقدسة الحقيقة القدس هي المستهدفة القدس هي عنوان المعركة القدس هي عاصمة دولة فلسطين والقدس هي تخص يعني كل العرب والمسلمين في العالم أجمع وحتى المسيحيين اللي بيعتبروا أنها فيها أماكن مقدسة كما ذكرت خنيسة القيامة وغيرها والقدس تحظى بأولوية خاصة من قبل المملكة المغربية لجنة القدس اللي برأسها جلالة الملك وذراحها التنفيذي وكالة بيتمال القدس اللي بتقوم بعشرات المشاريع على صعيد السكان على صعيد الصحة على صعيد التعليم على صعيد الثقافي على كل الأصعدة حقيقة وهذه المساهمات وهذه الأنشطة وهذا الدعم مهم جدا لتعزيز صمود المواطن المقدسي لكي يحافظ على بقاءه وصموده ويعزز هذا الصمود وهذا الدور المهم اللي بتقوم فيه هذه الوكالة وأنا بالأمس كنت في زيارة إلى مقرها والتقيت مع رئيسها سعاد السفير محمد الشرقاوي وحقيقة شكرتهم على كل هذه الجهود اللي بيقوموا فيها وجددت الشكر إلى جلالة الملك محمد السادس على تبني لهذه المواقف أولا على الصعيد السياسي ويعني المواقف المعلنة حقيقة لجلالة الملك والحكومة المغربية اللي بتعبر عنها وزارة الخارجية في كل المحافل الدولية اللي بتدعم الشعب الفلسطيني على المستوى السياسي والدبلوماسي والقانوني وأيضا على الصعيد الميداني وكالة بيتمال القدس وما تقدمه من مشاريع دائمة سنوية على مدار اليوم هدفها كما ذكرت تعزيز صمود المواطن وهذا أهم شيء وأنا مبارح وصفتهم بأنه هي غرفة عمليات متقدمة في معركة الصمود والتحرير تحديدا لأهلنا في القدس وهذا الموضوع مقدر عاليا من قبل أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس وفي كل مكان حقيقة حينما نستحضر أيضا توجيهات جلالة الملك لوكالة بيتمال القدس الشريف فيما يتصل أيضا بعمل المغرب لفائدة السكان في القدس للفلسطينيين في القدس طبعا هناك تركيز كبير جدا على مسألة تنويع الأنشطة والمشاريع لتغطي طيف واسع من لنقل جوانب التنمية أو جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين وأيضا جانب مرتبط بالدعم صمود الفلسطينيين حتى يبقوا هناك مرابطين في القدس أي أثر لهذا العمل على مستوى التنويع الأنشطة وعلى مستوى أيضا دعم الصمود يسيد الأثار كبيرة ويعني هذه المشاريع التي تقدمها وكالة بيتمال القدس على مختلف الأصعدة يعني زي ما حقيت على الصعيد التعليم والصعيد الصحة والسكان والثقافة المرأة الشباب الحقيقة أنا شهدت عشرات البرامج المتنوعة التي تشمل كافة مناحي الحياة التي تقوم فيها هذه الوكالة كل هذه المشاريع تصب في خانة هدف واحد ووحيد وهو الهدف الأهم وهو تعزيز صمود المواطن المقدسي في هذه المدينة وأنا بالأمس حقيقة يعني لما طلعت على تفاصيل عمل هذه الوكالة تمنيت يعني أن يشاهد هذه التفاصيل وأن يطلع عليها كافة الأشقاء العرب ويعني أجدد ما قلته بالأمس بأنه بتمنى أن تكون نموذجا لكل الأشقاء كتجربة ميدانية كتجربة ميدانية عملية تساهم بتعزيز صمود المواطن المقدسي إحنا بنعرف أنه القدس بتهم كل الأشقاء العرب بتهم المسلمين في كل مكان في العالم بتهم المسيحيين ومش يعني بصراحة المعركة في القدس اليوم غير كافي أن نعلن عن مواقف إعلامية أو مواقف نظرية لا يعني يساندها إجراء عملي وبالتالي ما تقوم به الوكالة هو ترجمة عملية لمواقف ملك المغرب لمواقف الحكومة المغربية لمواقف الأشقاء في المغرب الشعب المغربي يعني على صعيد الرسمي والشعبي ترجمة حقيقية لهذه المواقف بداخل مدينة القدس وهذا قد يكون الترجمة الوحيدة مع احترامي لكافة الدعم اللي منسمعه من قبل الكثيرين في المنطقة حولنا وبالتالي أتمنى أن تكون هذه الوكالة وهذه التجربة هي نموذج لكافة الأشقاء والإخوة والأصدقاء ليقدموا ما تقدم هذه الوكالة بالقدس وأنا متأكد أنه إذا ما يعني اقتدى الأشقاء والأصدقاء بعمل هذه الوكالة في القدس سيكون التأثير كبير جدا لصالح صمود المواطن وتعزيزه فيما يتصل بالموقف السياسي للمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك تابعنا أنه كان هناك تمسك واضح بمبدأ حل الدولتين بحقوق الشعب الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتنازل وأيضا لنقول خطاب ديبلوماسي صارم في إدانة أيضا جرائم الإسرائيلية في كافة الأراضي المحتلة بما فيها قطاع غزة كيف تنظرون أيضا إلى تابات وتطور هذا الموقف الديبلوماسي يا سيدي احنا نتابع جيدا هذه المواقف السياسية الصادرة عن جلالة الملك وآخرها كان في خطاب العرش السامي الأخير وهذه المواقف التي لخصت حقيقة حقوق الشعب الفلسطيني من خلال إنهاء الاحتلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 67 عاصمتها القدس ووقف هذا العدوان اللي بتعرض له الشعب الفلسطيني فورا وهذا الموقف الذي يقدر عاليا من قبل القيادة الفلسطينية الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية ومن قبل الشعب الفلسطيني هذا حقيقة يلخص ما يريد الشعب الفلسطيني إحنا هذه هي مطالب الشعب الفلسطيني التي عبر عنها جلالة الملك والتي تعبر عنها الحكومة المغربية والشعب المغربي اللي بيصدح فيه شوارع المدن المغربية وأنا بعرف أنه فيه مسيرة كبيرة أو مظاهرة خلال اليومين القادمين ويعني احنا شهدنا عشرات هذه لم تنقطع صراحة نعم لم تنقطع ليوما واحدا وبالتالي هذه المواقف المنسجمة ما بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي اللي منستمع لإلها من قبل الأشقاء في المغرب هي المواقف التي يريدها الشعب الفلسطيني وهو الموقف الفلسطيني حقيقة اللي يترجم من خلال هذه المواقف المغربية وكما ذكرت قدر عاليا وتحظى باهتمام شديد لأنه نحن نعلم بأن لدى المغرب نفوذ وتأثير ليس على الصعيد المحلي فقط بل على الصعيد الإفريقي وعلى الصعيد الأوروبي وعلى الصعيد الدولي من أجل ذلك إحنا كنا حريصين على التواجد هنا في المغرب على رأس وفد إعلامي رسمي مهم يمثل كافة مكونات الإعلام الرسمي الفلسطيني من أجل تعزيز هذه العلاقة وتعزيز هذا الترابط ما بين الإعلام الفلسطيني والإعلام المغربي للاستفادة من هذه المواقف على الصعود الإقليمية والدولية كافة وهذا حقيقة ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية شكرا جزيلا لكم معالي الوزير أحمد عساف المشرف العام على مؤسسات الإعلام الرسمية الفلسطينية على كل هذه التوضيحات نتمنى لكم طبعا زيارة ناجحة في المغرب شكرا لكم شاهدنا الكرام على متابعتكم بإمكانكم طبعا متابعة المزيد عن مستجدات عن هذا الحوار وعن المزيد من المستجدات القضية الفلسطينية على منصتنا ميديان نيوز دوت كوم شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة